ماذا يحصل أين أنت يا سحلول أين أنت يا تبذير نحن هنا يا دكتور مفاجأة غير متوقعة يا شرارة أليس كذلك إمبراطورة همال يا لها من مفاجأة مرعبة لقد جئت بنفسي هذه المرة ولن أعتمد عليك لماذا فأنا أنفذ كل أوامرك إنها ليست شريرة بالقدر الكافي وآن الأوان لينتهي هذا اجلس وشاهد امبراطورتك العظيمة وهي تدمر مدينة السعادة وتقضي على نور وحياة ما هذا؟ كأنه زلزال قوي منذ متى تتعرض مدينة السعادة للزلازل؟ لا أظن أنه زلزال إحساسي يخبرني بأن هناك شيئاً غامضاً يحدث غريب، إنها موج وتبدو كأن لديها أمراً ترغب في إخبارك به سأذهب لزيارتها غداً بعد المدرسة من سيشارك معي في حملة شمس دبي؟ ما هذه الحملة يا نور؟ إنها لتوعية سكان مدينة السعادة بأهمية الطاقة الشمسية وكيفية تحويلها لطاقة كهربائية عبر تركيب ألواح شمسية على أسطح المنازل واو، كيف يتم ذلك؟ عن طريق خطوات بسيطة أولها الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي واختيار استشاري أو مقاول معتمد من الهيئة لدراسة إمكانية تركيب ألواح شمسية في المنزل وبعدها يقوم الاستشاري أو المقاول بجميع الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة عدم الممانعة والموافقة على تصميم نظام الطاقة الشمسية عند اكتمال الإجراءات، تتم عملية تركيب وتفعيل الطاقة الشمسية في المنزل إنه أمر رائع يا نور، وما هو وجه الاستفادة من هذه المبادرة؟ فوائد عديدة يا حيات، فهي تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون كلنا معك يا نور هيا بنا يا حيات، لنذهب إلى موج موج، أين أنت يا صديقتي؟ ماذا حدث يا موج؟ تقول أنها شعرت بالزلزال بقوة في البعض، وعندما استخدمت حاستها الطبيعية في تحديد الأماكن، وجدت أن مصدر الزلزال آتياً من كهف شرارة مصدر الزلزال هو كهف شرارة إذن، فلنذهب إليه لقد رأوني الأولاد بالخارج لا داعي إذن لإضاءة الوقت ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ سوف يمتص عن كبوتي طاقة مدينتكم كلها، وأدمركم لن نستسلم أبدا أنا قادم يا حيات انتظريني لماذا لا تنفذ الطاقة هذه المدينة أبدا لأننا نعتمد على الطاقة الشمسية لإلتاة الكهرباء لا لن تهربي منا أبدا سنفعل ما بوسعنا لنحمي مدينة السعادة